اشتركوا في القناة العضلات من قدم اليسرع أدت إلى شال الأطفال ما كنت أمشي حتى الناس فيها ما تعرفنيش فقط الناس بتبص على الطبيل يمشي بطريقة غريبة بصلاً لا عنده حاجة كلهم يعني إيه برضو إيه أجسام كمية انت فاهم كنت ساعتها طبعاً لهم يعتبر قدي مرتين فيه أيام كتير جداً كنت بنامورة معياتي أنا كنت فاكرة أنا بس لما لقيت حد ما عدي في البلكونة قلت دا رقم 2 كنت بعدهم طوله فيه أغزام زي حتى أبص له أنا متخقية عني فرحنا قوي قوي لأن قلت حد أصل زي ونظرت بقى تنمر بأنك إنت مش زي الأصحاء فأنت عندك حاجة نقصة ما ينفعش تيجي عند الحاجات بتاعت الأصحاء إنت بس يا دو بتخدم نفسك الجراعة عندي عند الدائرة وأنا إن أنا أمشي قدام حد بأثر عليه إن أنا أنا مش عايزة أكمل مدرسة ولا أخرج من البيت تشوف قدي إيه؟ تشوف إيدها قدي إيه؟ الجماعة العاقة مش في المخ العاقة في الرجل قلتها كامل ومش هقف لأ أنا هخلي الناس اللي بتتنمر عليه دي هتخليها في خرابية العاقة دي أنا بعتبرها ميزة حولتها من الحاجة سلبية للحاجة إيجابية أنفع بها نفسي وأنفع بها المجتمع لازم أنا كصفاء أبقى قوية أنا كوية أنا هتحدى أي حاجة مازر بأعضلات راح ومازر بأعضلات جيت فوالدك كان مشجعني والدتي؟ لا هي وقفة معي دائماً هي الأب والأم والأخ وكل حاجة فضل ربنا سهم أبايا وأمي بس بابايا قال لي أنت اللي تخلي الناس تفتخر بيكي وانت اللي تخلي الناس تصخر مني طبعاً أنا بفضلهم أمي بعد يبنا طبعاً عفتها عياتي قال لي أي عياتك جامد بوقتها أصلاً بنتك مبسوطة وأن أنا عملت حاجة أي مبسوطة بيها جداً الوقت إيه دا حتى المدربين لما قالوا إن الكابت بتاها قالوا إن أنت مش معقول دا بيتمارن بقاله أسبوعين قالوا إن تجيب لينا بطل عالم الموضوع فعلاً ما كانش سهل بس لما بتحقق النجاح كل دا بيهوم أنا كنت بحلم إن أنا أشيل ستين كيلو بحلم دا حلم حياتي إن أنا أشيل ستين كيلو كده للوقت إن بشيل خمسة وتسعين كيلو يعني أنا أتمرنت أسبوعين بس الحمد لله عملت تسعيتها سبعة وتمانين كيلو روحت اللي ماتش عملت تاني بعد ثمين أسبوعين يعني أنا كنت بحنا بمديل يا واحد يا ربنا كرمني بمديلتين والبلدة الحمد لله تعالى أنا حاسة لنفسي علم علم جوا علم بصراحة كان عنده عقدة إن أنا أحب بس على فكر أحبيت وحيد طويل وهو خطيب الوقت إن شلواحد لو ما عملش حاجة في الدنيا هايبقى موجود لي ترجمة نانسي قنقر وعلى كل العباد كهل من الوحيد من الوحيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر